ابدأ باسم الله القدوس من له العظم والسلطان مخلصنا إيسوس بخريستوس منشئ لكون خالق الإنسان الجالس فوق الكروبيم الساكن في نور من نور الممجد من السرافين مسجد له ماذا الدهور أضأ علينا نور عوله وتأنس من العذر حلا فينا رأينا وتمم لنا الفداء اخترى اثنى عشر رسول بشروا لكل الآنام كرزوا ببشرة الإنجيل لمحو الخطايا والآثام اخترى سبعين آخرين ردوا الأمم إلى الحياة جالوا في العالم مبشرين ببشرى الخلص والنجاة كاروز الديار المصغية مرقوس الرسول نظير الإله من الخمس مدن الغربية تابع الرب وحفظ وصايا بدأ يبشر في اليهودية وفي لبنان وفي أنطاكيا مع بولوس بشرة في روميا ثم جاء إلى إفريقيا في الخمس مدن الغربية بشر بقوة واجتهد أخيرا في الإسكندرية كرزوا نال الاستشهاد برنابا كبير القلب كريم باع أملاكه بغير تقصير بشر مع بولوس الحاكيم في أول رحلات التبشير قبض عليه الشهود ضربوا رجموا بقسوة وعناد وبغير شفقه أحرقوا ونالاك ليلة الاستشهاد لوق الرسول كان طابيب وثني لا يعرف رب السماء أمان حين رأى الحبيب يبرئ المرضى بغير دواء كان لبولوس نعم الرافق معه في الأتعاب والترحال كتب إنجله بالتذقيق ثم كتب سفر الأعمال في روميا أكمل التبشير بغير خوف أو إهمال قبض عليه نيرون الشرير قال له أنت سحر دجال أجبه لوق الحاكب أنا عبد ليسوع البر قضع رأسه بحقد عظيم وألقى جسده في النار مت يس واحد من السبعين اختاره الرب وسر معه وبعدها لك ياهو ذا الخائن عينه الروح وضن عنه بشر أكل لحوم الإنسان وصنع آيات ومعجزات فتبعوا بادل أوثى وأمنوا برب السماوات في دمشق كرازفة وضعوا على حديد محمى بالنار وآمنوا حين رأوا يضيء كالشمس بالنهر استفانوس معناه إكليل مملوء من روح القدس اختاره الاثنى عشر رسول ليكون للشمام سرئيس بقوة وباخ الياهود لم يقدروا أن يقاوموا وأقاموا عليه شهود كذب وفي المجمع حكاموا خارج المدينة رجاموا وهو ناظر إلى السماء طلب الغفران لمن قتلوا وصار أول الشهداء في لبوس الشمس من السبعين بشار السمير بكل نجاح عمد الخاصي ورد الكثيرين ورقد في الرب بنياح أسقف دمشق حمان يا الرسول رجل صالح مملو أثمر قال له الرب عمد شاول فهو لإناء مختار صنع آية عظيمة بشر ليهود والأمام وان العذابات آليمة رجامه وفرح مع المنتصرين لعزر الرسول حبيبي ياسوع وكمم بتعنيه بكى عليه الرب بدموع وأقامه من المتحين صر لقبرس رعي آمين رعى خراف رب الآنام بشار ورد الكثيرين ورقد في الرب بسلام رسول جليل نبي وبره وسيلة أو سلوانس مع بولوس في سجن وأسفار وأيضا خدم مع بطرس وأولم بس أحد السابعين خدم التلاميذ بشر كثيرين وحمر رسائل للمؤمن بطرس وابولوس الرسولين مثل بطرس معلمه صلب منكس على الصاليب وفي كل عام تذكره في الخامس من شهر أبيب تيتو صر رسول وديع صديق وكريت هي مسقط رأسه صر لبولوس معين ورفيق وصر أسقفا على شعبه رسول محبوب اسمه أغابوس نبي وكارز باجتهد تنبأ بالقبض على بولوس رجم وفز بالاستشهاد سمعان الدبغ أضاف بطرس وكرزاف القسطنطينية وأبا فرس خدم مع بولوس بشر كولوسي ولاوديكية فيليم وابن أرخبوس خدم في كولوسي خدم نفيسة وكان من رفق أبولوس وبيتهما كان كنيسة والقديس أونسي فوروس في سجن روما خدم بولوس بشر في مدينة فاسوس وعذبه وليها أوريانوس ولا ننسى القديس غايوس موضي في بولوس في كورينثوس وأيضا فرتونا تسقم بخدمة عظيمة مع بولوس والرسول القديس ياسون صار أسقف على طرسوس بشر وعمد الكثيرين وفي السجن علام اللصص لكم التكريم أيها السابعون يا من أنرتم عيون اطلبوا عنا أيها القديسون ليغفر الرب خطايانا تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله السبعين رسول أعن أجمعين آآ 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 آ� اشتركوا في القناة